إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعية إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم مجددا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان في حلاقة جديدة من برامجكم أحسن الموعظة في هذه اللحظات نتحدث بحديث إيماني به ترتق القلوب في مدارج حب الله علام الغيوب إنه الحديث عن عظمة الله تبارك وتعالى الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى كيف لا تطمئن القلوب إلى هذا الرب سبحانه القادر على كل شيء والقائل عن نفسه وهو على كل شيء قدير كم نقرأ هذه الآية هل لا وقفنا معها وقفات هل لا تفكرنا فيها وهو على كل شيء قدير كيف لا يطمئن القلب إلى هذا العظيم جل في علاه الذي أخبر أن جنوده لا يحصون عددا فقال سبحانه وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دعونا نتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى من خلال الحديث عن جانب بسيط يتبين لنا من خلاله عظمة هذا الرب من خلال جنوده وكم له من الجنود سبحانه فما معنى الجندي الجندي هو الذي ينفذ الأمر هو الذي تم إعداده لينفذ أمر سيده ومولاه والجنود قسمان جنود للحق وجنود للباطل هكذا أراد الله سبحانه وتعالى وقسم الله سبحانه وتعالى لذلكم أيها الأحبة أمثلة جنود الحق كثيرة وأمثلة جنود الباطل كثيرة نقتصر على ذكر بعض الأمثلة ليتبين من خلالها غلبة جنود الله وجنود الحق وليتبين من خلالها أيضا ضعف جنود الباطل الذين هم جنود إبليس كما سيأتي في سياق الحديث ليتضح أو لتتضح عظمة الله سبحانه وتعالى وتتجلى لنا من خلال عظمة جنوده نبي الله سليمان جندي من جنود الله جندي للحق هو من جنود الحق وسخر الله له جنودا لنصرة هذا الحق فقال سبحانه قال سبحانه عن جنود سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير على ثلاثة أنواع وذكر غيرهم من الجنود في آيات أخرى كالريح وغيرها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لذلك قال سليمان للهدهد حينما أرسله إلى الملكة بالقيس وقد ظنت أن سليمان ملكا تغريهم غريات الحياة الدنيا فأرسلت الهدية إليه فأعادها وأرسل الهدهد قائلا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها سنأتيهم بجنود من عندنا لا قبل لهم بها هؤلاء الجنود سخرهم الله تبارك وتعالى لنصرة الحق والجنود حينما سخرهم الله فإنهم يسمعون ويطيعون لأمر قائدهم في نصرة الحق فكان سليمان وجنوده هم مثالا لجنود الحق وأنصار الحق مثالا واضحا أما جنود الباطل فهم كما ذكرنا كثر ذكر الله تبارك وتعالى أمثلة كثيرة لهم فمن جنود الباطل وممن تجندوا وجندوا أنفسهم للباطل في الماضي فرعون وهامان جندوا الجنود وأعدوا الجيوش لمحاربة الصالحين ولمحاربة المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وأخبر عنهم لكنهم بذلك سلكوا الطريق الخاطئ فقال عنهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أخطأوا الطريق حينما جندوا الجنود لحرب الصالحين والوقيعة بهم خاطئين لأنهم خالفوا السنن الكونية لأنهم أرادوا محاربة الله ومحاربة الحق فكانوا خاطئين مهما جندوا من الجنود أيها الأحبة أيها المشاهدون والمستمعون جنود الحق هم في الأصل جنود لله تبارك وتعالى كما ذكرنا هم جنود للحق وهم جنود لله تبارك وتعالى لذلكم يأتمرون بأمر الله ينتهون عن نهيه يسارعون في فعل الخير يسارعون بالأعمال الصالحة يطيعون الله ورسوله فهم جنود طائعون يتذللون ويخضعون له سبحانه وتعالى لذلكم نسبهم الله تبارك وتعالى إلى نفسه فقال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال سبحانه ولله جنود السماوات والأرض بأن نسبهم لنفسه وبأن أخبر بعددهم الذي لا يحصى فإنه تبارك وتعالى وعدهم بالنصر والغلبة على أعدائهم فقال سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون جنود الله في كل زمان ومكان الذين هم جنود الحق موعدون بالغلبة موعدون بالنصر من الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان أيتها الأخوات المشاهدات والمستمعات إليكم بعض الأمثلة على وعد الله تبارك وتعالى لجنوده بالنصرة والغلبة انظروا لنبي الله موسى عليه السلام كان جنديا طائعا لله مؤتمرا بأمر الله يقارع الظلم والجبروت الذي مارسه فرعون وإذ بفرعون يحشد الجنود ويجمع جنوده بالباطل لحرب نبي الله موسى وطارد فرعون موسى عليه السلام وقومه ومن معه من المؤمنين وصور الله عز وجل هذا الحشد بقوله تبارك وتعالى فحشر فنادى حشر فرعون جنوده جنود الباطل ونادى عليهم وجمعهم ثم أخذ يطارد موسى عليه السلام وقومه فلما أدركهم البحر وإذ بهم في موقف صعب البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم وإذ ببعض أصحاب النفوس الضعيفة من أتباع موسى يقولون يا موسى إنا لمدركون لكن الواثق بربه من جند نفسه لله لا يصيبه اليأس أبدا لا يصيبه القنوط أبدا قال كلا إن معي يا ربي هو يعلم جنود الله وأن الله ناصره ويأتي الفرج يأتي الفرج قال الله فأتبعهم فرعون بجنوده اتبع موسى اتبع فرعون موسى وجنوده جمع جنوده وطارد موسى عليه السلام لكن الله أمر جنديه البحر بأن يسر الطريق لهؤلاء فأوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فلا إله إلا الله البحر أداة ووسيلة للغرق ينفلق البحر ويتحول إلى طريق للنجاه لأنه جندي سامع مطيع لله تبارك وتعالى في اللحظة الحرجة تتدخل العناية الإلهية لجنود الله جنود الحق يسخر لهم البحر فينجون من فرعون وبطشه ويغرق الله فرعون الظالم الطاغية وصدق الله القائل وإن جندنا لهم الغالبون نبي الله إبراهيم يلقى في النار والنار معلومة أنها أداة للحر فيتوكل على الله ويوقن بالله فيأمر الله جنديه النار بأن تكون بردا وسلاما لأن النار جندي طائع وسامع لله تبارك وتعالى لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة جمعت قريش خيرة جنودها وأحاطوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام والقصة معروفة وإذ برب العزة والجلال يرسل أضعف جنوده حين جمعوا خيرة جنودهم وشبابهم يسلط عليهم أضعف جنوده النوم فيناموا ويخرج النبي فيذر على رؤوسهم التراب ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إذ لالا لهم ولجنودهم الذين جمعوهم ويطاردونه ويكادون أن يوقعوا به في الغار ويتدخل جنود الله بأمر الله في اللحظة المناسبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أيده بجنود جنود الله لا يعلم مكانهم ولا عددهم إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وصدق الله وإن جندنا لهم الغالبون أيها الأحبة وكما أن جنود الحق هم جنود الله فإن الباطل فإن جنود الباطل هم جنود إبليس هكذا نعم لذلكم قال الله عنهم قال الله عنهم يوم القيامة حين يجتمعون بقائدهم الأعلى الشيطان ويدخلون إلى جهنم قال الله عن جنود الباطل وقائدهم إبليس فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون أجارنا الله وإياكم أن نكون منهم أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان وبعد أن سمعنا ما سمعنا عن جنود الله وجنود الحق وسمعنا عن جنود الباطل وجنود إبليس فلا بد على المسلم أن يتحلى بعدة أمور أول هذه الأمور بعد أن علمنا قدرة الله وعظمته من خلال جنوده فقط يجب علي وعليك أيها المسلم أيها المشاهد أيها المشاهدة أن نكون جنودا لله تبارك وتعالى وجب علينا هذا الأمر أن نكون جنودا لله تبارك وتعالى نأتمر بأمره نطيعه نحافظ على أوامره نجتنب حدوده وأن نحذر كل الحذر أن نكون جنودا للشياطين وأن نكون جنودا لإبليس في هذا الزمن الذي كثر فيه المفسدون والمجرمون والظلمة الذين جندوا أنفسهم للشيطان ليحذر المسلم أن يكون جنديا لإبليس بل عليه أن يجند نفسه مع الله تبارك وتعالى ليحظى بالنصرة والغلبة حينما قال الله وإن جندنا لهم الغالبون أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجميع المشاهدين والمستمعين جنودا لله طائعين له مؤتمرين بأمره منتهين عن نهيه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي شكرا